نحكيه على لطفي العبداللي ومحمد علي النهدي لكن اليوم نحكيه على تدخل محمد علي النهدي في العركة هذه وين ناصرت زوجها محمد علي النهدي وعملت كومنتير لطفي العبداللي وقت اللي قاله هو وعلق عليه قاله زايد يا ولد لصل وكل شيء هي جيت وعملت له كومنتير وقتله ولد أصل ونص لطفي العبداللي بيانسير جاوبها لكن الجاوبة متاعه كان بكل احترام وينما ركيها زوجة محمد علي النهدي وقال لها أختي شد قدرك وما تدخلش روحك خليك كلاس مرت عمرها ما مدت وجهها ودخلت روحها من با تعرف راجلك ايش يخدمها وضحك عليها التدوين هذه والتعليق للكومنتير متاع زوجة محمد علي النهدي رحمة النهدي لقع برشة 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 تفاعل في استاتوي متاع لطفي العبداللي نسكولات فعلت معها فما شكون ديفة عليها وقال من حقها ورجلها وبو صغارها وحقها انها تدفع عليه مهما يكون فما زيدة يكون قلقش مدخلك انتي وقول الراجلك يخدم على روحه ويبعد على لطفي العبداللي واختلفت الارع بينتهم الزوز لحقيقة زيدة فما برشة ناس حكيوا على انه محمد علي النهدي مش قاعد يخدم على روحه قاعد كانك يحب يحير اسمه يمشي يتلكش على لطفي العبداللي لكن رحمة جاءوا بتلطفي العبداللي مرة اخرى وقالت له ياوخاي اش بك شعلت فيا انتي ما قلت ولد اصل انا ايت كلمك وقتلك ولد اصل ونص يخي انا سبيتك اسأل محمد بوذينا كل يوم نحكي انا وياه ويعرف راي في الحكاية اش بك تقلقت من كلمي ولا تحب ننسب راجلي واش مدخل انيس في الحكاية سلم عليها برشة اناس قلها قتلك رحمة خير كيف ما تعرف شي على الدومين هذا كله خمج حاشة اللي يسمع وقلها محمد علي خدمته مخرج ومازال كيف كمل تصوير فيلم الطويل ربي يجيبه في السويب وان شاء الله كيف يخرج الفيلم للقاعات نستدعها نهاركم زين لطفي العبدالي جاوبها وقالها راهي زوجته ايناس قتلها ما نتفرج فيلم جمر وواصل انه يتهكم عليها كما قلت وهي بيسير قاعدة جاوب فيه وقتل وليه الفيلم جديد وعطته باشا تفاصيل على الفيلم هذية لحقيقة ما نعرش انا من رأي رحمة كانت تنجم تتفيدا انها تكلاشي لطفي العبدالي وكانت تنجم ما تعلقش على الموضوع اصلا لكن بدخولها في الحكاية هذية يعني حاجة مش بهية سينو وزوجة لطفي العبدالي عمرنا مش شفناها ولا شفناها تصريحات ولا تدخل في المشاكل مهما يسير ومهما يجرأ